السؤال الأول قوله أنت طالق فهذه طبعا طلاق صريح ولكن يشترط أن يكون في حالة رضا واختيار وليس في حالة غضب وإغلاق أن الحديث الشريف يقول لا طلاق في إغلاق والإغلاق فسر بأمرين أو بأحد أمرين إما حالة الإكراه إذا أكره على الطلاق إما طلق مراتك أو نقتلك أو نعمل كذا فطلق وإما حالة الغضب الإمام أبو داود فسر الإغلاق بالغضب والواقع أن كلمة الإغلاق تشمل الأمرين أن الحالة التي ينغلق فيها على الإنسان تصوره وقصده لم يعد مسيطرا على نفسه ولم يعد الطريق بينا أمامه فحالة الغضب خصوصا الغضب الشديد الذي يسيطر على الإنسان ولا يملك الإنسان فيه نفسه ويفقد السيطرة على إرادته أنا ممن يقول بأن هذا الطلاق لا يقع وقد ألف الإمام ابن القيم رسالة في هذا سماها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان وقال أن الغضب اليسير طبعا لا يقع والغضب الشديد يقع بالإجماع والكلام في الغضب المتوسط الغضب الشديد يقع فيه الطلاق؟ بالإجماع يعني زي الإنسان زي المجنون يقع ولا لا يقع؟ لا يقع لا يقع لا يقع بالإجماع إذا الإنسان خلاص بساعات أحيانا بعض الناس في حالة الغضب يهيج وكأنه ثور لا يعي ما يقول وبعد ما يهدأ كيف حصل مني هذا لا كان بيفكر فيه إمرأة وفي طلاق ولا شيء فالطلاق الشديد هذا بالإجماع الطلاق اللي فيه الخلاف يقع أو لا يقع هو الطلاق المتوسط لا هو الطلاق اليسير ولا الشديد جدا وابن القيم يميل إلى أن هذا الطلاق لا يقع فيه الطلاق وأنا من أنصر هذا والدليل هذا أنه يكون لا يفكر في الطلاق وحلته مع زلته كويسة ولكن جاءت هوجة كده بسبب كلمة بسبب تصرم بسبب موقف هاج وثار وأصدر منه وبعد ذلك قال كيف فعلت هذا فمثل هذا الطلاق لا يقع أمودّو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر